على ما أعتقد هي القوات الأكثر خبرة وقدرات في روسيا بل في العالم ولديهم إرادة واستعداد هذا زعيم فاغنر يتحدث مع طرشنا بالعرب الكثير من المهمات التي تصب في مصحة روسيا الفدرالية في أفريقيا وفي الدول العربية وفي العالم كله في آخر وقت هذه القوات حصلت على نتائج جيدة جدا في أوكرانيا وقامت بمهمات جادة جدا في نتيجة هذه الأعمال وفي نتيجة الدسائس والقرارات التي لم يتم التفكير بها مسبقا كان يجب على هذه القوات أن تختفي عن الوجود في الأول من يونيو في عام 2023 قمنا بجمع مجلس هذا مقطع من حديثه في حوالي 11 دقيقة وترجمته بعض القنوات وهذه ترجمة له بالعربية لكن يتحدث فيها عما جرى ولماذا اضطر إلى هذا التمرد اللي هو ما سمه تمرد سمه مسيرة العدالة لامارش كما سمها وأنه تلقاها الشعب الروسي والمدن التي مر بها يعني وصلوا قطعوا أكثر من 750 كم ووصلوا إلى ضواحي موسكو إلى حوالي 200 كم موسكو ضخمة جدا وبالتالي 200 كم تعتبر تقريبا من الضواحي وكيف أن حتى التشكيلات العسكرية الروسية هناك من قال أن انضمت إليهم وهم في مسيرتهم إلى موسكو وآخرين قالوا أنهم مرحبوا بهم ولم يطلقوا رصصة واحدة عليهم ما عدا في الحقيقة إطلاق بعض الهليكوبتر الروسية في البداية لقصفتهم ما عدا ذلك وهو جماعة فاغنر أسقطوا واحدة منها وقتل لهم اثنين من عناصرهم ما عدا ذلك قال بأن الطريق في الحقيقة كان العسكرين الروس مختلف تشكيلات كانت ترحب بهم تحدث عن كل هذا لكن ليهمنا أكثر بما خلنا نروح إلى الدقيقة التاسعة يقول فيها كلام خطير نبدوها من هنا إننا أظهرنا مستوى التدريب والتجهيب التي يجب أن تكون عليها قوات روسيا الفدرالية وعندما في الثالث والعشرين من يونيو سرنا بجانب المدن الروسية المدنيين كانوا يستقبلوننا بالأعلام أعلام روسيا وشعار وأعلام قوات فاغنر كلهم كانوا سعداء عندما كنا نمر بتلك المدن الكثيرين منهم حتى الآن يكتبون رسائل الدعم والبعض يشعرون بخيبة الأمل أننا توقفنا لأن مسيرة السلام والعدالة كانوا يروا أننا ندعم المقاومة ضد البرقراطية ومختلف المشاكل التي هي موجودة اليوم في دولتنا وهذه هي المسائل الأهم التي أستطيع أن أرد عليها اليوم حتى أقوم بسد الطرق على الفكر الأعود في مواقع التواصل أو في الإعلام الغربي إن مسيرة العدالة في الطريق على الأرض لم نقتل أي جندي وفي ليلة كاملة وصلنا إلى بعد 200 كم من موسكو وسيطرنا على مدينة راستوف السكان المدنيين كانوا سعيدين عندما رأونا وأظهرنا الاحترافية التي كان يجب أن تكون عليها القوات ولم يكن لدينا هدف أن نسقط النظام الحالي في الدولة والرئاسة القانونية المنتخبة قانونيا وعدنا إلى مواقعنا حتى لا نسفك الدماء الروسية هذا أهم ما جاء في حديثه اللي هو من 11 دقيقة كما قلت وكما تلاحظوا فيه تحدي في الحقيقة بالرغم أنه عبر عن أسفه في الحديث على إسقاط الطائرة وليضطروا إلى إسقاطها وعبر عن أسفه لأنه اضطر إلى القيام بذلك لأنهم كانوا يريدون أن يقوموا بحل فاغنر وأنهم قصفوه يقصد وزير دفاع وقائد الأركان الروسي أمروا بقصفه وقتلوا له جنود ولكنه قال أنه في النهاية هدفه لم يكن إسقاط نظام الحكم ولكن كان إسقاط وزير الدفاع وقائد الأركان وإسقاط البرقراطية وإسقاط أولئك الفاشلين الذين فشلوا في حرب أوكرانيا وفشلوا في أشياء أخرى كثيرة حتى بعد مرور يومين لا يظهر الندم على ما قام به بل بالعكس يؤكد أن ما قام به كان يجب أن يقوم به لكن فقط يضعوا في إطار أنه لم يكن الهدف إسقاط نظام الحكم وأن الهدف الذي قصده هو جنرالات وزارة الدفاع خاصة وزير الدفاع وقائد الأركان قد تكون هناك بعض المبالغات فيما قال خاصة استقبال الشعب الروسي له والعسكريين إلى آخره لا ندري بالضبط هل هذا كان صحيحاً دقيقاً لكن بعض الفيديوهات اللي شكناها أو بعض كانت صحيحة ظهرت أن هناك بعض الناس كانوا رحبوا بهم خاصة في رستوف وهي مدينة كبيرة وهي اللي سيطروا عليها بدون قتال سيطروا على القيادة وفي رستوف توجدت القيادة الحرب الروسية ضد أوكرانيا الشيء الغريب أيضاً هو أنهم قطعوا 750 كم في أقل من 20 ساعة ووصلوا إلى حدود موسكو موسكو كما كنت تابعتم بكل تأكيد الناس المهتمين قررت القيادة الروسية قطع أغلقت الجسور أغلقت الطرقات أغلقت نزلت الدبابات إلى موسكو أرسلت مزيد من القوات الخاصة وقوات المخابرات وقوة أجهزة متعددة أرسلتها إلى محيط الكريملين وإلى أهم مراكز الحكم في البلاد مما أظهر هذه الصورة يعني في فيلم هندي ما تظهرش أظهر روسيا وكأنك لست بعيداً عن السودان يعني أظهر روسيا في حالة على أبواب شفى حرب أهلية وفوتين الذي ظهر في الصباح غاضباً وبوجه فيه كثير من العبوس وكثير من الغضب وتعهد بمعاقبة قاسية للخوانة ولهذه العملية التي اعتبرها خيانة وطعنة في الظهر في الساعات بعدها يطلب من رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو أن يتدخل ويقبل بتدخل رئيس بيلاروسيا أو روسيا البيضاء ويسقط كل التهم على باغنر على قيادة باغنر وعلى رأس بريغوجين ويسمح لهم أو يقبل مش يسمح في الحقيقة لأنهم هما اللي سمحوا يقبل بأن يتوجهون إلى إلى روسيا البيضاء لوكاشينكو اللي هو في الحقيقة دمية روسية أصبح هو الذي يتدخل من أجل أن لا يخزو بريغوجين موسكو وأن لا يدخل إلى موسكو وأن لا تبدأ حرب أهلية في روسيا تذكر الروس بمواقع قبل مئة عام شي خارج على نطاق التصور إلى درجة أن الأجهزة الغربية وزعماء الدول الغربية كانوا يوم السبت لا يعرفون كيف يعلقون على الأحداث استمعت يومها إلى كثير من المسؤولين الأمريكيين بعض المسؤولين الأمريكيين وبعض المسؤولين الغربيين يقولوا ما نشمت أكدين مما يجري لا نعرف إذا كانت هذه حقيقة أم لعبة أم طبعا تبين في معد أنها كانت مش حقيقة فقط حقيقة وحقيقة صادمة ومرعبة للروس وسعد بها كثيرين الغربيين أمس الأحد كانت البرامج الحوارية في البرامج المتحدة وفي بريطانيا وفي ألمانيا وطرنسا كلها تدور حول ما جرى في روسيا فوجدنا مثلا وزير الخارجية وجدنا رئيس وزارة بريطانيا مثلا يقول اليوم إن بريطانيا مستعدة لمجموعة من السيناريوهات في روسيا مشيرة للتأثير المزعزل الاستقرار المحتمل للتوترات بين مجموعة فاغنر والرئيس الروسي وزير الخارجية جيمس كيليرفرلي يقول المحاولة بريجوجين الإنقلابية تحدي غير مسبوخ لسلطة بوتين وقد حطم تبرير الحرب على أوكرانيا وهذه حقيقة لأن من بين الأشياء التي قدمها بريجوجين هو قال أن كل التبريرات التي قدمت إلى غزو أوكرانيا كانت أكذيب وهذه الأكذيب ارتدت علينا والجيش الروسي فشل في الوصول إلى كييف اليوم هو يقول وصولي إلى موسكو أو حدود موسكو في أقل من 24 ساعة في حوالي 20 ساعة هو نفس المسافة ما بين الحدود الروسية وكييف ولو كنت أنا في بداية العملية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا لكنت وصلت إلى كييف وسيطرت على كييف لكن من بين أهم ما قال بريغوجين أول أمس هو أنه أسقط كل المبررات التي قدمها بوتين وقدمها الكريملين وقدمتها البروباقاندا الروسية لغزو أوكرانيا واللي كثير من المسؤولين الغربيين كانوا يعترضون عليه ويحاولون أن يقنعوا شعوبهم والرأي العام الرأي العام في الغرب يبقى رأي عام متعدد صحيح نستطيع أن نقول أنه في حدود 70% إلى 75% ضد بوتين وضد الغزو الروسي لأوكرانيا لكن يبقى أن هناك أعداد في الغرب معتبرة ضد الحرب وأحيانا ضد دعم أوكرانيا فجاء بريغوجين وقدم هدية غير مسبوقة للمسؤولين الغربيين بحيث أنه حطم وقال أن تلك التبريرات التي قيلت في غزو أوكرانيا كانت تبريرات كاذبة ومخادعة وليست صحيحة ولم يكن علينا خطر حقيقي من أوكرانيا ولم يكن علينا خطر حقيقي من الحلف الأطلسي إنما الذين دخلوا في حرب ضد أوكرانيا كانوا يريدون مزيد من الأوسم والناشين ومزيد من أن يعتبروا أبطال لروسيا وهنا يقصد كبار الجنيرالات وطبعا يقصد بوتين أيضا لكي يظهر بوتين أنه الزعيم الذي يستطيع أن يحتل أوكرانيا كما احتل سوريا وكما فعل في الشيشان إلى آخرها هذه من بين أهم التدعيات على التمرد بريغوجين وهو أنه أبطل وهذا مقاتل هذا ليس إنسان عادي هذا هو اللي خاض أكبر الحروب وهو الذي فاز أو انتصر في معركة بخموت وهو الانتصار الوحيد في العشر الأشهر الأخيرة لروسيا يقول بأن التبريرات كانت كاذبة هذا أنا شخصيا بالنسبة لي وليهم عندهم نفس الموقف لا يقدم لنا جديدا نحن كنا نعرف أن هذه التبريرات كاذبة لكن عندما تأتي من مسؤول روسي جنرال كبير وإن كان هو لا يحمل رتبة جنرال في حد ذاتها لكن يقود كبار الجنرالات داخل فاغنر فاغنر فيها عشرات الجنرالات والمناسبة عندما تأتي من عنده فهذه شاهدة شاهد من أهلها وتحطم كل البروباغندا الروسية وتضع في موقف الروسي برمتها بغض النظر على كيف ستنتهي فاغنر إذن ذكر بها وزير الخارجية البريطاني لأن بريطانيا هي من أكثر دول تحمسا لدعم أوكرانيا وحتى أكثر من الولايات المتحدة وجرت فيما بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا اللي كانوا متردين في البداية خاصة جرتهم فيما بعد وهذه الواقعة واقعة التمرد أعطت قوة كبيرة للموقف البريطاني اللي كان يقول أن التبريرات كاذبة وأن بوتين هو إمبراطور يريد إعادة تشكيل الإمبراطورية السوفيتية التي تألم كثيرا لانهيارها أما في الولايات المتحدة فقال بايدن قال من أن فريق للأمن القومي يتابع الأوضاع في روسيا وتأكد من أننا على نفس الخط مع الحلفاء الموقف بالنسبة للولايات المتحدة هذه التمرد أيضا مهم جدا لأن داخل الولايات المتحدة كان حزب الجمهوري خاصة بتحريض من ترامب ينتقد موقف بايدن والإدارة الأمريكية ويقول بأنهم يفرطون في المصارح الأمريكية من أجل أوكرانيا وكانوا يقولون من أنهم لن يوقعوا سك بياض يعني شيك أبلون إلى أوكران وأنهم سينظرون ويعيدون النظر في هذه الحرب وفي الدعم الأمريكي لها هذا الجمهوريين اللي بالمناسبة سيطروا على حزب النواب على مجلس النواب لكن اليوم زعيم مجلس النواب زعيم الجمهوري في مجلس النواب وهو قائد أو رئيس مجلس النواب اعتبر أن ما حدث شيء غير مسبوق وغير متوقع ولكنه مهم وجيد لأن هذا يضعف بوتين يعني بدأوا الجمهوريين يذهبون إلى الموقف موقف بايدن بايدن سعيد جدا هو فريقه وزراءه وكبار المسؤولين سعداء جدا بهذا التمرد وعبروا عن ذلك صراحة بلينكين يقول وزير الخارجية من أن هو شي يقول رئيس مجلس النواب كيفين مكارتي يقول أن الرئيس الروسي بوتين ظهر أضعف بكثير ويبدو وكانه شخص مختلف وكانه زعيم مافيا بغض النظر عن ما يحدث ووصف بريقوجين مكارتي يصف بريقوجين بأنها قال بأن بريقوجين قال الحرب في أوكرانيا يبنية على خدعة وأن الدعم الشعبي الذي تلقاه وهو يختار من موسكو من دون أي مقاومة جوية أمر مخيف بالنسبة إلى بوتين إذن هذا التمرد خدم الموقف الغربي خاصة القوى التي كانت تدعم أوكرانيا وعلى أسها بريطانيا والولايات المتحدة طبعا دعم الأمريكا أكثر بكثير من بريطانيا بريطانيا بلد صغير مقارنة مع الولايات المتحدة لكن كان مهم جدا وعطاهم هذا نفس كبير جدا وجعلهم حتى طبعا هنا في بريطانيا نظام الحكومة والأوضاع ليست جيدة يعني فيها كثير من القلق في قضية التضخم في قضية ارتفاع الأسعار في قضية ارتفاع نسبة الفائدة وهذه واحدة من الكوارث اللي رهي تقع هنا الآن ربما متوقعين عشرات الألف من الناس سيفقدون بيوتهم شيئة كثيرة يعني على المستوى الاقتصادي لكن جاء هذا التمرد ليخفف الضغط الشعبي وضغط الرأي العام على أخطاء الحكومة البريطانية وأخطاء الحكومة الأمريكية أو على الأقل ما يعتقد بعض الناس من أن هناك تركيز مبالغ فيه على أوكرانيا أكثر من ذلك هو ما قاله لفروف لفروف قال نحن لسنا متأكدين إذا كان هناك تدخل رئيس وزير الخارجية الروسي يقول إن رئيس الفرنسي إيمانيال ماكرون رأى في التمرد فرصة لهزيمة استراتيجية لروسيا الروس أخضبهم جدا موقف رئيس الفرنسي وهما كانوا يعتقدوا أن فرنسا ما زالت أقل الدول الغربية تحمسا للحرب في أوكرانيا والحقيقة هذا كان إلى حد قبل شهرين لكن قبل شهرين تغير الموقف الفرنسي وتغير الموقف الفرنسي جاء أساسا للخسارات التي منيت بها فرنسا في إفريقيا والتي تعتقد من أن وراء هذا الضغوطات الشعوب الإفريقية لطرد الفرنسيين من إفريقيا ومن بعض الدول التي تسيطر عليها في إفريقيا هو التحريض الروسي والصيني ولكن خاصة الروسي وخاصة فاغنر ولذلك تغير الموقف تغير الموقف الفرنسي وأصبح من السقور يعني فرنسا أقنعت حتى الألمان وأصبحت فرنسا وألمانيا يقولون أن من حق أوكرانيا أن تهاجم روسيا داخل الأراضي الروسية بينما قبل ثمان شهور كان ماكرو يحذر بشدة القوى الغربية من حشر بوتين في الزاوية قاله أن هذا ليس جيد لنا وليس جيد للعالم وليس جيد لأوروبا ويجب أن لا نحشره في الزاوية لأنه سيشعر بأنه على أبواب النهاية وقد يكون رد فعله خطير مما أشار إلى أن الروس قد يستخدمون السلح النووي لكن فرنسا كانت رئيس ماكرون عبر عن ذلك وعبر عليه الإعلام الفرنسي ومسؤولين فرنسيين كانوا سعداء جدا بهذا التمرد وماكرون قال من أن هذا قد يؤدي لهزيمة استراتيجية لروسيا قبلها بيومين فقط كان ماكرون في مؤتمر دولي هناك في باريس يهاجم روسيا بقوة ويقول أنها تنشر الفوضى في العالم خاصة في إفريقيا فلما جاهد تمرد شعر الفرنسيين وعلى رئيس ماكرون بذلك الروس طبيعة الحال اعتبروا أن هذا هذا موقف عدائي شديد العداء لكنهم رحبوا أو على الأقل قال الوزير الروسي قال أن السفيرة الأمريكية لدى موسكو قالت له بأن الولايات المتحدة لا صلة لها بما اسمها تمرد وأنها عبرت عن أملها في الحفاظ على سلامة الأسلحة النووية الروسية هذا هو اللي يهم الولايات المتحدة أكثر وهو عدم لا تسقط الأسلحة الروسية النووية في أيدي مجموعة مثل مجموعة فاغنر بطريقة الحال قيلوا أن ميليشيا تصبح بأسلحة نووية عموما الموقف الغربي كان سعيدا جدا بهذا التمرد ولكن في موسكو أظهر التلفزيون ولأول مرة منذ بداية هذه الأحداث منذ عدة أيام حتى قبل بداية الأحداث مشاهد لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو متفقد القوات الروسية في أوكرانيا في أول ظهور علني له بعد تمرد مجموعة فاغنر على القيادة العسكرية أيضا قال الكريملين أن الرئيس الإيراني اتصل إبراهيم رئيسي أبدأ دعمه في اتصال ببوتين أبدأ دعمه التام له بعد يومين من تمرد مجموعة فاغنر إيرانيين على عكس الأتراك الأتراك في ثلاث ساعات الأولى للتمرد أعلن أردوغان وأعلنت القيادات التركية دعمها خاصة أردوغان بطاعة الحال أعلنت دعمه لبوتين واتصل ببوتين وقال له نحن جاهزين إذا تحتاج أي دعم بما فيها الدعم عسكري يعني كان يريد أن يوصل له حتى قوات خاصة تركية أردوغان فعل هذا لمجموعة من الأسباب كلمت عليها في اللايب السابق لكن الإيرانيين لم يتحدث الرئيس الإيراني إلى بوتين إلا اليوم إيرانيين كانوا ويتنسي لم كانوا عارفين تطورات وخايفين أن مثلا باغنر أو يحدث تمرد حقيقي وكبير ويسقط بوتين كيف يكون واضحا فأخذه وقت وهذه الطبيعة الإيرانية في الحقيقة أنا أخذه وقت قبل أن يبدو أي رأي الأمير القطري أيضا أن تصل اليوم ببوتين وعرب له عن دعمه ودعمه للشرعية في روسيا إلى آخر إلى آخر لكن اللي حاولت أبحث أن أجد أي شيء في الإعلام الروسي عن تبون تبون اللي كان هناك قبل أيام واللي وصل به وصلت به النذالة والسفاهة إلى أن نعتبر أن استقلال الجزائر وسيادتها وحريتها هو بفضل أن روسيا تساهم في الحفاظ على سيادة الجزائر وعلى استقلال الجزائر إلى هذا الحد كم هو مؤلم هذا الكلام كم هو مزعج هذا الكلام لكن لا خبر ولا كلمة واحدة في الإعلام الروسي والإعلام العالمي على أن بوتين مثلا استقبل مكالمة هاتفية من تبون والسؤال البسيط لماذا؟ لماذا يستقبل من الأمير قطر من رئيس الإيراني من مجموعة من الزعماء العالم يتصلوا به وليس فيهم تبون في الحقيقة لأن تبون لا يوجد في الخريطة وبالنسبة لبوتين هذا نظام فاشل وهو يعرف حقيقة الوضع في الداخل الجزائري وأن هناك شعب يريد تغيير هذه العصابة الإجرامية فللأسف لا وجود له حتى على مستوى قطر حتى على مستوى بلد مثل قطر اللي في الحقيقة حتى نكون منصفين راهي أقوى بكثير وتأثيرها أكبر بكثير من الجزائر بالرغم أن شعب جزائري عدد سكانه إذا نظرنا لها من السكان ما يزيد عن أربعمائة مرة سكان قطر سكان قطر هم حي كما سيدي سال في عنابة أو كما الحراش أو باب الواد أو أي حي من الأحيات الشعبية عدد سكانه أكبر من سكان قطر لكن نشوف تأثير اللي عندها اليوم وشوف تأثير جزائر الأسف نتوقفوا في الموضوع انتع فاغنر بلك نختم فقط بتأثيرات والتداعيات ما زال طبعا مواضيع كثيرة في موضوع فاغنر خاصة الصحفة العالمية وما تحدثت فيه وربما نخليه ان شاء الله لمرة أخرى لأني أشعر بقلب شديد ولا أعتقد أنه يستطيع أنه يستمر أكثر من عشر دقائق أخرى لكن ما هي التداعيات الأساسية على العصابة التي تحكم جزائر على المافيا العسكرية التي تحكم الجزائر في الحقيقة هناك تداعيات كبيرة جدا أخطرها هو أن بوتين ذهب هناك هو أن تبون ذهب هناك قبل أسبوع ووضع بيضه كله في قفة الروس أخطرها أن 85% من السلاح من سلاح الجيش الجزائر يأتي من روسيا أخطرها أن قائد الجيش الجزائري هو أيضا زعيم الجنح الروسي في الجزائر وفي الجيش الجزائري هذه كلها تؤثر وتؤثر بشكل كبير على الجزائر لذلك وجدنا في خطاب تبون لألقاه في الجلفة كان اليوم أو أمس خطاب فيه تحدث على أن الجزائر بلد مسالم وعمرها وكانت وكذا إلى آخر لكن هذا الخطاب ليس هو الذي كان قبل أشهر بكل أسف وألم وحذرناكم وقلنا لكم بأن العنتريات هذه لن تأتي إلا بكوارث وستدفع بالنظام المغربي إلى ارتباط إضافي ومزيد من الارتباط بالإمارات وبالكاين الصهيوني وكلاهما يحرض على حرب بين الجزائر والمغرب قلنا لكم بأن الاتهامات تنتعى الصيف 2021 الحرائق اللي قام بيها جبار مهنة واللي اتهمت بيها النظام المغربي ورزل تربط معه الماك ورشاد أن هذا لا يأتي بنتائج ولا يأتي بخير وإنكم في الحقيقة تصاعدون وتدفعون إلى مزيد من الارتباط الارتباط النظام المغربي بقوى خارجية خاصة الكائن الإسرائيلي لكن الخطاب تعتبون هذا اللي كان في الجلفة أمس تغير بسرعة فهموا أن ما يحدث في موسكو قد يكون كارثي عليهم خاصة أن زيارة تابون ما فاتش عليها أسبوع في الحقيقة أن الجلاح روسي اللي يقود وشنغريحا في وضع سيء الآن وحسب التطورات لأن فاغنر هادي ستنتهي بواحدة من اثنين أعتقد أنه أمام بوتين الآن مطروح حل فاغنر وإلغاها من الوجود لكن هذا في مضار كبير المصالح الروسية خاصة في إفريقيا أو الاكتفاء بالإطاحة ببريغوجين وفي كافة الأحوال هذا التمرد أظهر الضعف بوتين وضعف روسيا وبالتالي اللي شدين في روسيا سواء حفتر والجماعة في ليبيا إلى حد ما السيسي إلى حد ما والعصابة انتعنا بشار إلى آخر هذا كلهم سيتأثرون ويتأثرون بشكل كبير وكبير جدا ولذلك لا استبعد عن تحدث تغييرات جوهرية داخل الجيش الجزائري هل إطاحة بشنغريحة الآن على الأبواب؟ ممكن لكنها ليست مطروحة في الأيام القادمة قد تأخذ بضعة أسابيع أو بضعة أشهر لكن الأكيد أنه واحد مثل محمد قايدي الذي تمت الإطاحة به في نوفمبر 2021 في أكتوبر 2021 أو في سبتمبر 2021 بعد تصريحات ماكرون ومحمد قايدي كان جنرال من أقوى الجنرالات كان نحيث النفوذ يأتي مباشرة في الرتبة الثانية أو الثالثة تمت الإطاحة به وهو يتحضر الآن طبيعة محمد قايدي يقضي أغلب أوقاته في السبا كما يسموها في جزائر بهذه المحلات المساجي إلى آخره وهو يتحضر ولا يستبعد أن نجد له عودة وعودة سريعة بشكل أو بآخر لكن هذا قد يفترض رحيل شنغريح هذه الأيام كما تعرفوا كما يسمى بالبام المخطط الوطني لتنقلات داخل الجيش وهذا مهم جدا لأنه في الترقيات وفي التنقلات شنغريح يريد رحيل بن علي بن علي الفريق الأول هو الوحيد الذي يحمل الفريق أول وهو أقدم في الرتبة من شنغريح بينما الجنرالات مع المعاتبون لا يريدون رحيل بن علي بن علي لأنه أقدم في رتبة فريق أول وهو الوحيد الذي يحمل رتبة فريق أول مع شنغريح لكن بن علي بن علي منتهي إلى درجة أنه أنا كنت نتكلم قبل أسابيع على أنه يصعب عليه صعود بروج دارولو أسانسور من دارولو أسانسور بشي يطلع للطابق الأول حيث يوجد مكتبه إلى هذه الدرجة وانتهي تماما والصراع اللي قايم داخل الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي ولكن خاصة الحرس الجمهوري هو صراع ما بين رئيس ديوانه اللي هو بن حليلو قرفي والشخص الثاني في الحرس الجمهوري الطهر عياد صراع كبير جدا طهر عياد لواء وبن حليلو عميد ومتوقع جدا أن يكون لواء بعد أسبوع من الآن لكن جماعة الجنيرالات اللي محيطين بيتبون والفريق المحيط بيتبون يريدوا لبن علي بن علي أن يبقى ولو بآخر نفس عنده طبعا بن علي بن علي أكبر من 90 عام أكبر عسكري في العالم في الخدمة هو بن علي بن علي 90 أو 91 عام كل هذه القضايا إن شاء الله إذا كان في العمر البقية سنقشى معكم في اللايف القادم ترجمة نانسي قنقشاة